مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصار مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح الخير صباح الورد والياسنين الأغلى مشتركين في قناة أمار ناينين إن شاء الله تكونوا كام بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن الأحوال اليوم رح نديروا تحلية بزف بنينة وش رح نحتاجوا في هذا الوصفة مكوناتها جد بسيطة نحتاجوا فيها نصف لترتاح حليب إذا حبيتوا كمية كبيرة ضعفوا الكمية هنا نحتاج علبة فلون شوكولة نحتاج طابلتة شوكولة يعني باطا شيكولة أربع ملاعق تاع سكر سكر عادي الأحرش وهنا نحتاجوا الكريم شانتي هدي فيها 75 غرام هنا حطيت نصف لترتاح الحليب هو الأول ومن بعدها نضيف عليه هذا الفلون هنا تاع شوكولة حطيت باط ومن بعدها نزيد نضيف عليه هديك اللي قدت لكم هنا يدرس أربع ملاعق تاع سكر يعني فيه كفاية يحلوه تحبوا تنقص ومغرف تحبوا تزيد وهذا كالدوق ساكب حطيت عليها هنالباطا تاع شوكولة استعملوا نوعية مليحة تاع شوكولة مديروش هديك المرة بهم مجيك مش مرة حطيت الشوكولة والسكر والفلون والحليب وخلط تمليح وحطيتهم في فوق النار حتى نغلاء هداك الفلون وطاب ها هو كي مراجم تشوفوا ها هو طاب معايا هنا جبت هيد الغيسيبيون فرغوا فيها وخلي وهي غطي وهي وخلي وهي يبرد على راحته انا هنا يا تلمو كين عود ندير في فيديو ما نعطيش للحاجة راحزها ما نعطي لهاش حقها بشتريح مثلا تروبوزي هيكا نحب نكمل ليه ليه اهنا يا غطيتها هيكا مامبا خمس دقايق بركوا ورجعت ليها ثم اغطيتها حوالي حتى ساعة اذا حبيتوا ساعة تبرد في راحتها ومن بعدها باش تبدأ وتخدموا فيها المهم انا هنا بعد ما غطيتها وخليت عليها تمامبا واحدة لخمس دقايق كاكا جيت حليت عليها ولقيتها ما زالت حتى ما بردتش مليح المهم جيت باش نخدمها المهم خليوها هنا تبرد مليح ومن بعد تدربوها شوية بالباتق هيكا تدربها شوية برك ون بعدها ما متلقاها جمدها نورمال هيكا تلقاها حكم ترحم متحاوسي شكي تدربها بالباتق راح تتحل كاملة اهنا يا جبت هذه الكيستاء الكيستاء الكرام شانتي اهنا يا قدتلك من فيه 75 قران كرام شانتي بديت منحط فيها بشوية نضيف فيها ديك الكرام شانتي بشوية ونضرب بالباتق هيكا بقى يضرب مليح مليح حتى نتولي معك تشبه اللاموس وشوكولا يعني يولي حتى لكل وقت حي تبدل مهم هنا يا بعد ما ضربتها مليح مليح طلعت هذيك الكرام شانتيه هنا راح نحبس لها وراح يواجدها معي هنا يا جبت هذوك الكسر اللي راح نحط فيها وجبت هنا الفريج وهذيك الشوكولا باش نستعملهم في الديكار هنا يا ها هي جبت بديت نحط فيها حطوا قد ما تحبوا هنا هاد مساعي كبار عمرتهم المهم بدارتلي كمية مليحة يعني قمت تيتها كبيرة مهم هنا يا بعد ما عمرتهم كملتهم كاملين ووليت ان ديكوري فيهم هنا يا ديكوراسيون كل واحد او حر كيفاش يدير انا نعطيكم فكرة وانتم تبدلوا كما تحبوا مهم هنا ها قصيت هذيك الفريجر هيك وحطيتها من فوق وزد حطيت هذيك شوكولا كيندر قسمتها على زوج هيك وديكوريت بها وخلاص يعني تزيين بسيط في الاخير في الاخير هذيك الكيندر اللي بقات لي حكمت قصيتها بموس هيك فريجر صغار وزد حطيتها من فوق هيك وخلاص مهم كملت لهم التزيين وحطيتهم في تبق التقديم وهذا هو شكل النهائي كما قلت لكم هذيك اللي تشوفوا فيها بيضاء شوكولا كيندر قصيتها اي من داخل محشية بكريمة بيضاء قصيتها وديكوريت بها هكا هذا هو شكل النهائي تعال تحلياتي تعال نهار اليوم كما راكم تشوفوها هي جي واحدة تحليا ايه ما نحكي لكمش علامة المهم هذا هو شكل النهائي ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله هتدوا الفكرة وهنا يا بيانسي راح نضغل كم تشوفوها شوفو القيوان تحا هنا تخليوها تبردها انا هنا بخليتها شبردت المهم تخليوها تبرد مليح وراح يبقى القيوان تحا كريمي وكأنك قاعدة تاكلي في في نيوتيلا صدقيني ذوق نيوتيلا اذا سخفتي على نيوتيلا ديري هذي التحليه ان شاء الله تعجبكم والسلام عليكم